ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو مختلف شوية وهو عن الايفون 15 برو اللي الناس كلها عمالة تتكلم عنه اليومين دولت ومحدش عارف يجيبه كل الكلام ده انا جبت التليفون عن طريق تجديد العقد بتاع الخط بتاعي لان هنا في ألمانيا انت ممكن لما تيجي تجدد الخط بتاعك بيعرضوا عليك ان هما لمدة سنتين بتقصت معاهم تليفون جوه العقد بتاع الخط بتاعك نفسه وانا اتكلمت عن الموضوع دوت في فيديو قبل كده هسيب لكم الفيديو في الاي اللي بتطلع هنا او هنا عن كل الكلام دوت وتفاصيله المهم بلوقتي انا جبت التليفون وشد انتباهي بسبب موضوع الكاميرات بتاعته علشان بيصور حاجة اسمها لوج وانا بدأت اصور بالطريقة دية الفترة الاخيرة فحيكون اضافة كويسة ليا في الفيديو هاب بتاعتي واتمنى يكون كده لان التليفونات دايما بيعملوا عليها هايب كبير قوي وفي الاخر ما تكونش ليها لازمة يلا بينا بقى ايه نفتح التليفون ونشوف ايه الحاجات اللي جواه مع اني نعارف ايه الحاجات اللي جواه بس خلينا نفتح التليفون مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم الشيء الورع ديت بسم الله الرحمن الرحيم التليفونة هوت انا اخترت اللون الكوحي دوت لان ده اللون بصراحة اللي شدني عكس بقيت كل الناس اللي بتتكلم في الريبيوهات عن اللي هو اللون التايتانيام اللي هو الفاب دي كده لونه مصفر شوية ما عجبنيش خالص فانا اخترت اللون دوت لان هو هو ممكن يكون بيبصم اكتر بيحصل له مشاكل اكتر بس هو ده اللون اللي عجبني بصراحة شكله في الحقيقة احلى بكتير من الفيديوهات اللي نزلت عنه فخلي التليفون كده شوف السلكة بتاعته يو اس بي سي ليو اس بي سي لان خلاص خلو الايفون يبقى يو اس بي سي وده مهم جدا عندي علشان لما يجي مثلا نصور بالكاميرا فيديو سريع ولا حاجة ممكن اوصل الوصلات الكتير اللي عندي اللي بوصلها في اللاب في التليفون وارفعها السوشيال ميديا اسرع وفي نفس الوقت قالوا انك ممكن تسجل في التليفون الفيديوهات اكسترنالي يعني تسجل في التليفون وتنقل الميموري على طول وتحطها في الكمبيوتر او تعمل كل حاجة انت عايزها بيها فدي حاجة بتخليه برضو مميز عن الاجيال السابقة لان الاجيال السابقة كانت كلها لايتنينج وما كانش عندي وصلات ليها تليفون بصراحة شكله شيك جدا ولازم نجربه في الفيديو ده ان شاء الله فكل الحاجة بتاعت التصويره اقول لكم هو فعلا ينفع للكونتينت كرييشن ولا الكلام ده هو هجس وانا مش محتاجه اصلا فنشيل بقى الورقة ديت نشوف ايه اللي جوا بسم الله نفتح التليفون التليفون فتح تقول غريب ان انا بعمل ريفيو موبايلات يعني حاسس نفسي موبايلات ريفيو ورق الدنيا حاطت كاميرا فوق وكل الحركات دي توا بيقول لي هلو انا بقى سطى بالتليفون وازبط وحب بالعب فيه كده شوية وانقل فيه كل بياناتي وبعد كده هنزل بقى مع بعض نشوف الكاميرات بتاعته هل هي فعلا تستاهل ولا لا النهاردة تاني يوم انا كنت بجرب التليفون طول الوقت انبارح ونقل البيانات وكده اخد وقت كبير قررت ان انا انقل الموضوع ان انا اورريكوا التليفون اكتر والكاميرا بتاعته لما انزل بره تاني يوم تكون لسه النهار زي ما انتو شايفين كده طالع والدنيا حلو ومعي صديقي عمر مرحبا انا عمر ساساعد محمد اليوم في التصوير قبل ما نبدأ نختبر الكاميرات ونشوف الدنيا في التليفون عايز اوصل لكم معلوما ان انا اصلا كان معي الايفون 13 برو فعايز اعمل مقارنة سريعة كده ايه بين الاتنين في الشكل عشان نشوف هل فعلا فيه تطور في الشكل ولا ما فيش انا السنة 2021 كنت جاي بالتليفون 13 برو اللون اللبني الفاتح دوت كان هو اللون بتاع الجهاز يعني والسنة دي زي ما قلت جبت الازرق الغامة طريبا انا مركز مع الازرقات التليفونين زي بعض تقريبا طبعا اول اختلاف هنا دلوقتي ان الزرار بتاع السايلنت دوت تغير للاكشن بوتون اللي تقدر تغير بيه حاجات كتير تقدر تفتح بيه الكاميرا تقدر تشغل بيه اي شورت كات غير ان كنت تعمل سايلنت بس بالنسبالي انا مش فارق كتير لان انا كده كده الزرار بعيد عن صوابعي فمش شايف اي فارق بين الاتنين يعني مش ميزة تخليني اوبجريد التليفون الميزة فعلا اللي هي حلوة ان هو وان مسك التليفونين كده في ايدي التليفون دوت اخاف الى حد ما ومش خفيف اوي لان كده كده انا جاي بالبرو بس حتة المسكة هنا هو ده كان حد جدا وهنا بامسكه في بطر اللي انا حط التليفون في جريب لكن هنا دلوقتي المسكة بتاعته احسن بكتير وكمان البصمات ده بيبصم شوية ده بيبصم كتير اوي مش عارف بقيم في الكاميرا او لا لا بس الاثنين يعتبر لسه بيبصموا حجم الكاميرا الكاميرا حجمها كبير شوية تقريبا ده كبير من وقت الايفون 14 برو اول حاجة بتبص عليها اول ما تشوف التليفون هو الديناميك ايلاند هنا وهنا النوتش الحاجة اللي مدايقاني في الديناميك ايلاند عن النوتش ويمكن كانت موجودة في الفرجن اللي قبليه الـ 14 انك انت اللي ما بتكون بتتفرج على اليوتيوب او على نتفلكس على محتوى كامل زي الفيديو دوت كده النوتش مبتبقاش واغدة مساحة كبيرة قوي من الفيديو لكن الديناميك ايلاند من غير ما تعمل فول سكرين للفيديو هي بتبقى وكلة جزء من الفيديو وبتلفت انتباهك على النوتش وهنا كمان لما بتعمل مثلا فول سكرين للفيديو انا شايف مع ان النوتش اكبر بس الديناميك ايلاند بتلفت انتباهي الواحد اكتر من النوتش او يمكن انا لسه متعودتش على الديناميك ايلاند وهي احسن الله اعلم بس هي لفت انتباهي لحد ما حاليا الحاجة بقى اللي مخوفاني من التليفون الجديد ان فيه يوتيوبر اسمه جيري ريج افريسينج تقريبا مسك التليفون مجرد تناكدة شوية لجوه الازازة تكسر انا مش عارف ده ليه هو مش متين مش عارف لكن الموضوع ده مش موجود في التلاتاشر برو اولا الاربعتاشر برو فده هيخوفني ان انا احتاج احط له كافر وممكن يتخبط مني الكسر فممكن يكون المتينة بتاعت الخمساشر برو قلت كمان على التلاتاشر برو فربنا يستر على فكرة انا من سنة ونصف في المكان دوت او سنتين مش فاكر كنت عامل فيديو كامل بالايفون 13 صوروا بالسينماتيك مود بتاعه والناس في الكومنتات كان بتقولي المستوى بتاع الفيديو كان احسن او التصوير بيه كان احسن انت كنت مصور بقى انا كاميرا فالو عايزين تشوفوا هسيبه لكم في الاي اللي بتطلع من فوق او من هنا او من هنا قبل في المؤتمر بتاعتها قالت ان التليفون ليه طبعا ليه تلات كاميرات زي التليفونات اللي فاتت عادي بس الكاميرات دولت في الحقيقة هم سبع كاميرات في بعض الكاميرا الاولى اللي هي بتصور مكرو بتصور الحاجات القريبة جدا والعدسة التانية هي العدسة الالترا وايد اللي هي نص اكس والعدسة الرئيسية او الكاميرا الرئيسية فيها تلات عدسات في بعض العدسة الاولى هي الاربعة وعشرين ميلي والعدسة التانية تمانية وعشرين والعدسة التالتة خمسة وتلاتين فهي ابعاد زوم مختلفين هم رايبين من بعض مفيش فارق كبير بينهم بس موجودين ومش مجرد كروب في الصورة لا هي فعلا بتعمل بطريقة معينة كده في السوفت وير بتاعهم انك انت تقدر تزوم من غير ما تضيع اي كواليتي في الموضوع وبعد كده فيه العدسة الاتنين اكس دي برضو تعتبر في العدسة الرئيسية وبتزوم بتاخد حتة من السنسور بتاع الفيديو نفسه علشان السنسور بتاع الكاميرا المرة دي 48 ميجا بيكسل فتقدر تاخد مثلا نص السنسور 24 ميجا بيكسل وتاخد صورة الى حد ما كويسة وطبعا العدسة الاخيرة اللي هي الثلاثة اكس اللي هي اكبر عدسة زوم في حالة بقى لو انت معاك الايفون 15 برو ماكس سيبقى عندك بدل الثلاثة اكس زوم دي هتلاقي فيها خمسة زوم انا بالنسبالي ثلاثة اكس اكتر من كفاية بس اللي عايز خمسة اكس زوم او مية وعشرين ميلي هيقدر يروح للآيفون 15 برو ماكس ده غير طبعا انك انت زي العادة تقدر تعمل ديجيتال زوم وتزوم روح على البطة غيات وكمان فيه حتة هنا هو بتقولك انت فين بالزبط من الصورة علشان تقدر تظبط نفسك ما تبوصي الصورة قد كده تاخد الصورة بتاعتك موسيقى عايز اقول لكم معلومة عمر ما يعرفش لحد دلوقتي اني فيهم التليفون التلاتاشر ومين فيهم الخمسةاشر لانه هو مش متابع اول للآيفون حتى تليفون اندرويد فانا عايز اساله دلوقتي ايه رايك اني تليفون احسن ومين اللي ترجاح يكون هو الخمسةاشر مين هو التلاتاشر وكل الكلام ده فتعالا نشوف كيف هيقول ايه ما بعرف اي واحد فيهم التلاتاش و اي واحد فيهم الخمسةاش انا مش كتير ايه في الايفون فما عنديش كتير فكرة بصراحة من ناحية الوزن عم بحس هذا التلفون شوي اخف اللي بايدي هاد من ناحية اللي الشاشة مش كتير عم بحس في فرق فيما بينهم وحاجرب معكم الان اصور صورة في التلفونين عشان اعطيكم رأي فيهم انا برجح صورة هذا التلفون لغاية الان انا ما بعرف هاد اي تلفون وهاد اي تلفون احكيلي انت يا محمد انت شايف هاي يعني شايف انه الممكن يكون اجدد انا برجح انه هاد يكون اجدد الايفون عشان الكاميرا احسن نعم بس انه لون عقبك اكتر في التلفونين اللون بفضل هاد اكتر الـ 13 لونه احسن بالنسبالك معنته هاد الـ 13 هاد الـ 13 وهاد الـ 15 بس كصورة الصورة هي افضل بكتير على الـ 15 تمام نعم يعني انت شايف ان التلفون الـ 15 في الكاميرا احسن من الـ 13 لكن غير كده انت مش عارف اي تاني ممكن يكون يتغير فيه الفرق الوحيد قدرت اميزه هو الكاميرا بعد ذلك ما حسيت انه فيه اي فرق بيناتهم في الاستخدام جوا في الاستعمال حسيت اتنين نفس الشيء طب حاسس ان لو انت مثلا معاك التلفون دوت محتاج انك تجدد للتلفون الـ 15 او لا؟ انا كواحد مليش كتير على التلفونات لا ما اعتقدش ان رح اجدد مش هتجدد لا لا مش هتجدد لا لا ده رأيي برضو لو انت عندك الـ 13 مش جايب اهمها خالص انك تجيب الـ 15 فكرة ان الصورة احسن ليك يا عمر ان هو التلفون المرادي السنسور بتاعه 48 ميجا بيكسل على عكس تلفوني القديم من 12 ميجا بيكسل البيكسلات كلها ما بتكون اعلى كلها ما بتدي تفاصيل اكتر خصوصا كمان ان الـ 48 ميجا بيكسل دولات بيتضغطوا الـ 24 ميجا بيكسل كل بيكسلية حجمها كبير فده بيخلي الصورة فيها تفاصيل اكتر فيديلك احاق ان هي الصورة احسن فهو جزء هاردويرا هو تتحسن في التلفون خلو الصورة بتبقى الاساسية 24 ميجا بيكسل من سنسور 48 ميجا بيكسل عكس التاني 12 ميجا بيكسل وفي نفس الوقت معالجة الصور بتاعت قابل وعملوا جديد من الـ Smart HDR بتاعهم اللي هو بيزبط الحاجات اللي في السين الحاجات المظلمة والحاجات المنورة تبقى ظاهرة في نفس الوقت كل ده بيديك احساس ان الصورة احسن هي فعلا احسن بس ايه تعاون بين التليفون والسوفتوير وممكن كمان السوفتوير دوا بتاع الدينامي كرينج ينزل للتليفونات القديمة الـ 13برو كده بس هم طبعا مش هينزلوه لازم ينزل في التليفون الجديدة عشان تشيري التليفون الجديد فلعب تسويقي جميل من قبل في حاجة بقى عجبتني جدا في الايفون ميزة جديدة في السوفتوير وهي انك انت لو صورت صورة زي دية مش بورترية ممكن تدخل هنا وتحولها بورترية او تتليف شوية وعزلوه ممكن كمان تضغط هنا وتزود العزل او تقلل العزل زي ما انت عايزة تخلي الصورة بورترية دي بالنسباللي ميزة مهمة جدا لان انا ممكن اصور الصورة وبقى عايزة صورتين في نفس الوقت عايزة بورترية وعايزة مش بورترية وكمان في نفس الوقت عندي القدرة ان انا اختار ايه اللي في الفوكس وايه اللي مش في الفوكس لو عندي مثلا شخصين تصلعين في الصورة الحاجة دي مميزة جدا يعني تأ kalo قل اللي عليك انك انت تتصور الصورة وبعد كده بقى براحتك لما تبقى قعد في البيت اعمل قيدة اللي انت عايزه عايزة تبقى الفوكس على وشك عايزة تبقى الفوكس على وش صاحبك اعمل انت عايزه فبصراحة شابو قابل في الحتة دي نيجي بقى للحتة المهمة عندنا الفيديو شمع معظم تصويري اصلا تصوير دي فده تصوير الكاميرا السيلفي بتاعة الـ 13 Pro مع الميكروفون العادي بتاعة الـ 13 Pro عادي خالص وهنا الميكروفون بتاعة الـ 15 Pro والكاميرا بتاعة الـ 15 Pro بتاعة الـ 2 شبه بعض مافيش فرق كبير قوي يمكن الـ بتاع الـ 15 احسن شوية اللهي انا مش شايف حاجة يمكن او الدنيا نهار دلوقتي لما اروح اقدر اشوف الصورة بشكل احسن بس الـ 2 قريبين جدا يعني يمكن الكاميرا السيلفي ما تغيرتش خلص ما فيهش اي تأثير ما فيهش اي حاجة مختلفة قلولي انتو رأيوكم في الكومنتات ودلوقتي دي الكاميرا الاساسية بتاعة الـ iPhone 13 Pro وبرضو الميكروفون الداخلي بتاعه وعلى الناحية التانية الكاميرا بتاعة الـ iPhone 15 Pro والصوت الداخلي بتاعه برضو انا مش حاسس بفرق في الفيديو ويمكن الـ الـ iPhone 15 Pro احسن بس كله قريب من بعضه انا مش شايف اي فروق كبيرة قلول انتو برضو رأيوكم في الكومنتات على فكرة بقى 4K 30 في بقى حاجة في التليفون دوت بتخليك فعلا تبقى محتاجه ودي مش موجودة في اي تليفون تاني ناتف في التليفون نفسه او مرة شوفها في اي سمارتفون في الدنيا وهي انك انت تقدر تصور بالفيديو حاجة اسمها لوج اللوج دوت للناس اللي ما تعرفوش هي بتبقى زي صورة كده فلات خالص بهتانة فايدتها ان هي بتزبط الديناميك رينج على قد ما تقدر من كاميرا التليفون وحتى انا بصور بها دلوقتي بالكاميرا الاساسية بتاعتي دي حاجة سينمائية كل الناس في السينما بتستخدمها علشان بعد كده الفيديو لما تيجي تحطه في البرامج بتاعت المونتاج وتلونه يبقى عندك كل التفاصيل الممكنة اللي ممكن تاخدها من التليفون او من الكاميرا دلوقتي التليفون واتطلع الصورة باحسن شكل ممكن دي مش موجودة ولا في التلاتاشر برو ولا في الاربعتاشر برو ولا في اي موبايل سامسونج الا لما تنزل البرامج بتحول تتحيل على الموضوع لكن في التليفون دوت موجودة جوا التليفون والفرق ما بينهم بيكون واضح جدا حتى بعد التلوين ده بيبان ان التصوير تصوير احترافي سينمائي والتاني لو انت مصور من غير لوج بيكون باين هو تصوير بالايفون او اي تليفون عشان بيبقى ايه في شوية شاربنس كده فيك وفي شوية حاجات بلاش لازمة ظهرة في التليفون مع بينا ان هي ديجتال يعني مش حقيقية فيها كمان موجودة في الايفون هي موجودة من الايفون 14 بس مش موجودة في التلاتاشر وهي الاكشن مود بتجري وبتصوير بطريقة ثابتة جدا بصوا شوفوني دلوقتي بجري اما بجري وبهز وبتنطط والدنيا تمام لكن اعتقد ان الفيديو بيكون ثابت جدا فيها بس كده هو ده الفيديو بتاع النهاردة ما فيش حاجة تانية اقدر اقولها عن الايفون لكن يعني ايه بشكل عام الايفون مش هو الطفرة الواو اللي الواحد نحتاجها ويعمل كل الالبان اليومين دلت عليها والناس مش لقيها التليفون وبتاع لا اه هو تليفون عادي وابديت زي كل سنة ويمكن ابديت مش عالي اوي ومش بينفع كل الناس فواحدة واحدة على نفسوك عادي مني يعني انت معاكش ايفون ايه المشكلة يعني انا انا مش فارق معايا قوي التليفون ففيش حاجة تانية اقولها المهم عايز اشكر عمر ان هو ساعدني في الفيديو دوت واللي عجبوا منكم الفيديو وشافوا لحد دلوقتي اتمنى ان هو يعمل لايك واللي اول مرة يشوفنا على القناة يعمل سبسكرايب عشان يشوف فيديوهات تانية زي ديت ولو عايزين بقى ايه اعمل لكم مراجعات او اي حاجة من الموضوع دوت تاني موسلا عندي لاب توب جايب وبشتغل بيها على البرمجة الكاميرا اللي بصور بيها اعمل لها مراجعة لو حابين الموضوع دوت اكتبوا لي في الكومنتات انكم عايزين فيديوهات اكتر من ديت عشان اعمل عشان اعرف ان انا بيجي مني في موضوع المراجعات ديت بس كتا يالله سلام سلام